موسيقى يعاني المواطنون في قضاء بلد من تلوث المياه الصالحة للشرب لإحتوائها على الكثير من الشوائب مطالبين بتصفيتها الماء خابط وطين وسيان على حالة يعني فإحنا ناشد المسؤولين وناشد مدير دائرة الماء على أقل يصفون نيا يعني يراعون هذا المواطن المسكين يعني هالمواطن ياما ضحى وياما وقف وياما قاتل وياما ضحى بالغالي بدمها الغالي ضحى به يعني ما يقدر يضحوا له بشي بسيط لا شرب يعني أنا أقول لك بسراحة نشتري ما يشتري الماء ومن يجيك يقول لك هاي الورقة ما الماء يروح يدفع أقسم ما بالله أقسم ما بالله ماء ما يقدر أشتري أروح للمحلات أشتري ماء ودازون أبدال الماء كيكوب شايفة الكيكاو دازوننا كيكاو وين الفقير يروح أقسم ما بالله رحت للمشروع ترسلتها الدبة وجبتها للعيال زيان هي جي الدولة مالتني هي من الدولة ومن تصعدهم هو آني وانت وفلان وفلان تصعدناهم عمي لحنا تصعدناهم قلبي ليش يجدي يسوون بينا منطقة صار لها منكوبة منطقة الدور يعني شو نقول منطقة الموتة هنسميها منطقة قريبة على الشارع محلات حج عدنان ماكو ميت متر يعني خدمات يعني ما يصير عمي ما يصير عمي هذا شيء عمي طيني مسؤول خلي قولاني طبيته خليجي أنا معروف هاشم العبيدي عمي ما مضموم على حد عمي خليجي مسؤول يقولاني طبيت هاي المنطقة عمي بس ساويت عمي دازلنا كيكاو ويني نودي لكيكاو هذا عمي المسؤولون في دائرة ماء بلد عللوا سبب تعكر المياه إلى كثرة الفيضانات واعدين بتنقيتها خلال الأيام القادمة لسباب الأولى أنه جاءنا مطار وفيض عالي فماعد تستوعب المحطات للتصفية الماء فماعد نلحق نصفي المياه في المحطات في مدينة بلد والله الشاب لا بأس يعني مدى مدى يلحق الشاب لأن الماء قوي والطين أعلم من نسبة كمثة كل مرة إن شاء الله إن شاء الله إحنا سبق بدينا باية الحملة ماء التصفية ماء تنوي من اليوم بدينا إن شاء الله وإحنا حاضرين وللمدينة إن شاء الله خدام تصدق أو لا تصدق إنه واقع المياه في مدينة بلد قد التحق بركب المعاناة الأخرى ضمن قائمة الخدمات من قضاء بلد لقناة صلاح الدين الفضائية لارا الكرخي